بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله في موضوع لازم يكون عندكم فكرة عنه طبعا هتقرنت فيه وتعملوا فيه أبحاث وتتطلعوا على المراجع فيه لكن نتكلم عن فكرة عامة لازم تكون موجودة عند حضرتك كبداية اللي هي أسباب كذب الملكية اللي بيمتلك شيء بيمتلكه إزاي وإيه أسباب كذب الملكية في القانون أسباب كذب الملكية في القانون الشراء أسباب كذب الملكية في القانون الميراس أسباب كذب الملكية في القانون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أسباب كذب القانون الاتصاق أسباب كذب الملكية الشفعة أشهر حالات متدولة هتقابلك اللي هي الشراء ما يجي لك حد بيشتري عقار أو شقة أو أرض يبقى عقد البيع لازم تدرس شروط عقد البيع والتزامات البائع والتزامات المشتري وتراعي التزامات البائع والتزامات المشتري وهنا يلزم أن نحن نوضح مسألة الفرق بين دعوة صحة التوقيع ودعوة صحة ونفاذ صحة التوقيع بتتعرض للتوقيع الوارد على العقد دون التعرض لموضوعه والحكم يقضي فيها بصحة التوقيع فقط ولا تمتد الحجية إلى البيانات الواردة على العقد يعني المحكمة لا تطلع على موضوع العقد وليس لها علاقة بموضوع العقد وإنما هي معنية بموضوع الدعوة وهو التوقيع وكما تعلمون في المدني أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فإذا ما طلبت صحة التوقيع فالمحكمة ملتزمة بالبحث في صحة التوقيع أما صحة ونفاذ فالمحكمة تتعرض لكل بيانات العقد والتزامات البائع والتزامات المشتري ويلزم في دعوة صحة ونفاذ أن يكون كامل التمن مدفوع ووارد هذا في العقد ومنصوص عليه بأن كامل التمن تم دفعه يعني ما يرفع فشي ترفع دعوة صحة ونفاذ بعقد مؤجل أو عقد مقصط لا تقبل دعوة صحة ونفاذ لا تقبل دعوة صحة ونفاذ إلا إذا كان التمن مدفوع بالكامل وهذا منصوص عليه في العقد والمحكمة تتعرض للعقد والتوقيع والتزامات البائع والتزامات المشتري وإذا ما صدر الحكم بصحة ونفاذ فمفاد ذلك أن العقد صحيح ونفذ في شكله وفي موضوعه الميراس من الأمور المهمة جدا أن اللي بيتوفى بيورس لكن في حاجة مهمة جدا أن الحق في الميراس والمطالبة به بتسقط بعد 33 سنة ودي أطول مدة تقادم هتقابلها في القانون 33 سنة يسقط الحق بالميراس لو حد له ميراس وانتظر 33 سنة ولم يطالب سقط حقه في الميراس لمضي 33 عاما المشرع طول المدة جدا في الميراس للاعتبارات الأدبية والموانع الأدبية بين الأهل وبين الأسرة ودهم مدة طويلة وفسيحة جدا اللي تطول المدة معه أكتر من كده ما هو غير جدير بحماية حقه لأنه تركه أكتر من 33 سنة أما في غضون الثلاثة وثلاثين يجوز المطالبة بالحق في الميراس يبقى بعد ذلك التقادم أن تمتلك عقار أو أرض بالتقادم التقادم يكون 15 سنة وهو التقادم الطويل المكسب للملكية هذا التقادم له شروط أن يكون وضع اليد على العين محل الملكية وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وبنية التملك وغير متنازع عليه إذن يخرج من كده عقد الإيجار لو واحد قاعد في عين أكتر من 15 سنة ما ينفعش يقول أنا تملكت بالتقادم لأن أنا قاعد وضع يدي وضع يدي ظاهر وهادئ ومستقر وغير متنازع عليه لكن بيفقد شرط اللي هو نية التملك أنت قاعد بنية الإيجار وبيحكمك عقد يبقى لا ينطبخ عليه هذا الأمر يبقى التقادم المكسب للملكية الطويل هو 15 عام نربط بين التقادم وبين الحق في الميراس وسؤال بيطرح نفسه هل يجوز لأحد الورصة أن ينطبخ عليه التقادم الطويل 15 سنة المكسب للملكية أيوة القانون المدني أجاز وأحكام النقد أجازت أن أحد الورصة إذا وضع يده على أحد الأملاك أو بعض أعيان التاركة لمدة 15 سنة بوفاء الاشتراطات اللي هو الوضع اليد الهادئ والظاهر والمستقر وغير متنازع عليه وبينية التملك 15 سنة يمتلك الحق فيه ما فيش تعارض بينه وبين الثلاثة وثلاثين سنة اللي هي في المطالبة بالحق بالميراس لا ما فيش تعارض لأن اللي بيقعد يطالب بالميراس أو قاعد وضع يده على ميراس وعلى تاركة وضع يده بصفته وضع يد شائع ملكية شائعة لورصة فلان أما إذا تغيرت الأحوال وأصبح الأمر يمتلئ بالاشتراطات الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة من الملكية فيجوز اكتسابه أن يكون وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وغير متنازع عليه وبنية التملك يعني يبقى قاعد خمستاشر سنة والورصة جميعا يعلمون أنه يجلس في هذا المكان بنية التملك أما إذا كان يجلس بصفة وارث فنخضع للتقادم الخاص بالميراس وهو سلاسة وسلاسون عاما الالتصاق زي مثلا ما يبقى حد عنده حطة أرض على النيل وهذه الأرض حصل طرح وزادة الأرض يبقى اسمه اكتسب ملكية الأرض الزيادة بالالتصاق دي حالة مش موجودة مش هتقابلوها فيه كمان الشفعة سبب من أسباب كذب الملكية زي ما يكون الجار باع عقار فمن حقك أنك انت تطلب تملك هذا العقار بالشفعة والعلة في الشفعة دفع ضرر الجوار لأن في عقار جنبي بيتباع هيجي في حد أجنبي طب أنا أولى به إذا دفعت التمن اللي هو باع به ولها شروط ممكن لبقى نتعرض لها في موضوع خاص لكن نقول في عجالة أن الشفعة شرطها الأساسي والجوهري والوحيد أن يكون العقار ملاصق للعقار المبيع ملاصقة تامة لا يفصله عنه شيء لو في عقار في مقابلة عقار وبينهم شارع لا ينطبق عليه الحق بالشفعة لازم يكون ملاصق ويلزم في دعوة الشفعة أن تدفع كامل السمن الباين بالعقد حتى ولو كان التمن صوري تدفع اللي في العقد يعني لو العقد بألف جنيه وكتب عقد صوري بعشر تلاف جنيه عشان يعجزك حط العشر تلاف جنيه وبعد كده اسبت في دعوة شفعة أن المبيع تم بألف جنيه لأنك لو أخفقت في الإثبات يبقى التمن هي العشر تلاف جنيه الواردة في العقد طب إذا كان عقد البيع مقصط ما ينفعش أنك أنت تعرض مقصط لا لازم تعرض كامل التمن لأنه وافق يقصط له هو ما وافقش يقصط لك أنت فالزم في دعوة الشفعة أن يكون العقار ملتصق وأن تودع السمن الوارد بعقد البيع كاملا قبل رفع الدعوة وإلا يقضى بعدم قبولها ودي هي كل أسباب كسب الملكية التي يجب أن تكون ملما بها ودي يعني جزئيات بسيطة جدا ومسائل كلية تخش بقى تجد تفاصيل كتير جدا عند البحث لكن دي أمور يجب أنك أنت تكون عارفها كما وعيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر